موسيقى موسيقى الجديد كمان أن احنا بنتكلم على العاصمة الإدارية كمنطقة جذب استثماري بعد تحويلها إلى منطقة استثمارية ألف ده تطور كبير جدا أعتقد أنه هيبقى من الحاجات المؤثرة في موقف العاصمة الإدارية في المستقبل خاصة برضو الحدث الأهم كمان أن احنا على بعد أيام قليلة من الانتقل للعاصمة أنت بتكلم على تقريبا 120 يوم وفي فكرة النقل حتى لو نقل بداية نقل نقل جزئي مش نقل كامل لكن في الآخر أنت بتكلم على التشغيل الفعلي المعرض ده احنا تسمى عاصمة الأمل عشان هي العاصمة الإدارية هي عاصمة الأمل بالنسبة لنا كمصريين دي المشاركة التانية لنا للسنة التانية بعد ما لمسنا نجاح النسخة الأولى من المعرض المعرض بيقدم حاجة مختلفة جدا يمكن عن بقية المعارض هو بيقدم بس منتجات العاصمة الإدارية أو عاصمة الأمل مؤسسة الأهرام دايماً سابقة وسباقة في المعارض بتقدم فكرة مختلفة في كل معرض المعرض النهاردة العالتالي بيقدم فيه مشاريع العاصمة الإدارية بتاعته بنقدم خصومات خاصة وبنقدم عروض في السداد مختلفة عن بقية السنة المعرض الأمل دي الدورة تانية ليه ولمس نجاح كبير في الدورة الأولى عشان كده سارعنا بالمشاركة في الدورة التانية وإحنا إن شاء الله متفقلين خير بالمعرض في بداية شهر ثلاثة يعني في بداية الشغل في بداية أن الناس بتاريت تنتعش تاني والاقتصاد المصري بتاريت تنتعش فإن شاء الله متفقلين خير وأهم معرضاتي هنا أنا شركة الكابتن عندي سمارت مول سمارت مول دهت منطقة الداونتون الثاني نمرأ من فنده الماس على طول أرضي وخمس تدوار كله تجاري وعندي سمارت تاور ده نشاط مختلط ما بين تجاري ما بين إداري ما بين طبي أرضي وعشرة تدوار وإن شاء الله بإذن الله إحنا غنتهينا من المرحلة الأولى وإن شاء الله في صدد اللي احنا فتتحنا بمرحلة تانية وإن شاء الله نهايه في المعرب بإذن الله وليت رفكي جميل وطنزي ميلور